سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان بزيب يسألوني يقول لي الصيف بكتايا خلاص الصيف بكتايا خلاص مازال كما يقول لك الطريقة طويلة طريقة طويلة سخانة مازالنا موى داوت مازالنا موى سبطان والحمد لله رحمة ربي الصورة هذي اخترتها يكون هي في جيجل العوانة هذي العوانة البورت تحتها كانت زيرة من جهة من الهي زيرة جزيرة خفيفة واحد تلتمية اربعة مئة متر على السواحل تحت العوانة بوحنا نشوفو الحركة باش رح يكون ازكى غضر الصباح ان شاء الله اون جنرال حال شباب على معظم المناطق الشمالية من 18 على الهضب العلية الشرقية الى 23 في منطقة وهران العاصمة تيبازا بومردس جاية مستقلة من تنس واحد العشرين كذلك عشرين في البيض 19 في الجلفة حاسي بحباح بوكزول ايضا قصر الشلالة تيارة حوالي 18 اندار جاستة وعشرين بغردية وايضا منطقة متليلي تندوف 32 مع احتمال الرعود منعزيلة على اللقس ليربط بشار بني عباس تندوف على هذه المنطقة مع بعض الاحيان الريع تكون تطيير الرمل على الصحراء الوسطى كما منطقة اضرار وعي صالح السماسافيا والدنيا هالية محاس ما كما يقول لك واحد الواحد وثلاثين درجة منطقة جانت وايليزي كذلك عموما اسمه صافيا ما بين ثلاثة وعشرين وعبا عشرين بمنطقة طمارسة وما بين واحد وثلاثين لثلاثين درجة على اقصى الجلوم مع احتمال بعد الرعود المعزيلة على هذه المنطقة خاصة منطقة تيميوين وتنزوات نشوفوا الوضعية الجوية كيفاش تكون خلال ظاهرة ان شاء الله بدون تغيرك من هاليوم تقل الحال مع نسبة روتوبة شوية مرتفعة الحرارة بتكون على الشمل على كل الشمل ما بين نقدر نقوله تني وثلاثين تلاثة وثلاثين حتى الخمسة وثلاثين ستة وثلاثين بقسم طينا واشي نعلى بعد المنطقة الداخلية الغربية والوسطى حتى لتقي منطقة المسيلا تكون محببا تنين وربعين تلاثة واربعين منطقة الغواط وغردايا ما بين ربعين إلى واحد واربعين ستة وثلاثين بالبيض مع احتمال روحوا دمون عزلة على منطقة بريزينا والبيد شيد الشيخ اما منطقة بشار 41 بعد الغيوم 43 بيتاب البالا ومنطقة بني عباس 25 فيتين ديوف مع غيوم احتمال بعد الأمطار خاصة على حاسي مونير اما فيما يخص الجنوب الشرقي ولا منطقة الواحات ورغلا توكورت الواد منطقة بسكرامة 39-42 اسمها صفيا والديمة الدنيا هانية ان شاء الله 38 بيجانات 42 بيليزي وما بي 37 إلى 43 درجة على أقسى الجنوب مع احتمال روحوا دمون عزلة على مرتفعات الهوغار خاصة منطقة لسكرام وايضا على منطقة سيلة أباليسا عين أزوات تيم يوين تنزواتين عين مقل عيني كير وايضا بي بي أم بورج بازي مختار نشوفوا الوضعية على البحارة ان شاء الله كيف يجرعيكم طابلة هايل شباب لأنها الريح ضعيف تماما ياربي 15 إلى 20 كم الساعة خاصة من جيات عنابة راس الحمرة حوالي 10 كم 3 في الساعة على البحار شباب هايل لاتجاه تعريح شمالية شرقية شرقية شمالية شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل الغربية خاصة ما بين تنسف ومرسط بالمهيدي حارة المية 21-25 رؤية هايلة من ربعة إلى تمنة أمية البحرية أما الإشعة السمشية لزيوفي لزيوت رافيوري يكونوا ما بين 8-10 على عشرة طالعين أروا الحذر مطلوب خاصة اللي يدود ديريس خار معهم من البحار كالعادة نختمها دنسرة الجوية بالمعلومات الفلاكية لتهم الجزيرة العاصمة وضوحها وهذا المنظر الجميل منطقة العوانة بولاة جيجل الخميس 25 جويل 2019 شرق الشمشي يكون على العاصمة وضوحها على الخمسة وثمانية وربعين دقيقة أما الغروب يكون على الثمانية بيل شرق أونلاين بوين كوم وشرق نيوستيفي في خدمتكم مقالة غلقوا لكم ربي دوم وقوستكم أنا عندي مشترك أبقواها لأخير شكرا